بجهود ذاتية أقيم هذا المستشفى الميداني المساند لقبهة القتال في محافظة شبو المستشفى أنشئ بدعم عدد من منظمة المجتمع المدني بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة لتقديم الخدمات الضبية والإسعافات الأولية لقرح القيش الوطني الذي يخذ معاركة لتحرير بيحان من مليشيا الحوثي ولمقلوع صالح نقدم لهم المساعدات الأولوية والإسعافات الأولية والعمليات الصغرى ويتم مرسالها الحالات التي تستحق إلى الخصائيين إلى مستشفى عطاق المركزي أو إلى منفذ المملكة العربية السعودية في هذه الخيمة المتواضعة يتم استقبال الحالات الواصلة من الجبهة ويحاول الطاقم الطبي تقديم الإسعافات الأولية لها ثم تحويلها إلى المستشفى الأخرى في مركز المحافظة هذا المستشفى موقعه ممتاز جداً بالنسبة بمسافته بين العص معتق ومسافته بين مكان الجبهة هي نقطة التواصل للإسعاف سواء كان قدم أو سواء كان الترقيد الموقع أو تضميد الجروح بسرعة وإيقاف النزيف من أجل استمرار عمل المستشفى لإدارة رسالته الإنسانية فهو بحاجة للمزيد من الدعم لا سيما من الجهات المعنية كما تحدث إلينا القائمون عليه فالأدوات الموجودة حالياً لا تكفي إلا لعدة أسابيع إبراهيم حيدرة تقنة بلقيز شبوه شكراً للمشاهدة